في إطار جهود الدولة لإجلاء المواطنين المصريين بالسودان تم إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية هذا وقامت وزارة الخارجية بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة إجلاء الرعاية المصريين من السودان رغم التحديات والصعاب هناك يبرهن على تواجد الدولة المصرية بقوة خارج حدودها للدفاع عن مصالح رعاياها وحمايتهم وأن مصر لا تترك أبناءها أبدا ففي إطار جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان تم إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية وفي إطار حرس وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة السودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم تمهيدا لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن قامت الوزارة بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة وفي ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية شهد معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان تسهيلات عديدة لعودة المصريين من السودان وأكشفت مجموعة من الشباب المتطوعين في الهلال الأحمر المصري عن تأهيل المصريين العائدين من السودان نفسيا والكشف عليهم وتوفير الدعم الأولي لهم وتسهيل تواصلهم مع أهليهم للاطمئنان عليهم ولتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية العاجلة للعائدين من السودان قال لطفي غيث مدير مركز العمليات بالهلال الأحمر إن هناك مرحلة استعداد منذ بداية الأزمة في المحافظات الحدودية حيث تم توجيه مجموعة من الفرق والورديات لتقديم تلك الخدمات كما تم رفع حالة الاستعداد وخاصة في المخازن الاستراتيجية الأقرب للقطاع الصحي لمد الاحتياجات الطبية اللازمة مشيرا إلى أن الهلال الأحمر المصري على أتم استعداد لمد أي مساعدات للجانب السوداني والهلال الأحمر السوداني وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية في مصر والسودان لتأمين عودة القوات المصرية تم اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد ثلاث طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدى القواعد الجوية بالأراضي السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر ثلاث رحلات متتالية لمعظم عناصر القوات المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية المصرية بالقاهرة وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تم أيضا تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة مصر لإتمام إجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية وعودتهم لأرض الوطن مؤسسات الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحالية تعمل جميعها من أجل مصلحة الوطن والمواطن وأن مصالح الشعب ليس في مصر فقط ولكن خارج مصر أيضا بتحرقات واعية ومحسوبة اشتركوا في القناة